بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضركم معنا في حلقة جديدة من الأبطال حلقتنا النهاردة حلقة مميزة الحقيقة نتكلم عن البال أو البسكتبول أفريكا الليجي اختصارها كده أو بطولة أفريقيا للأندي الأبطال قول زي ما أنت عايز تقول وليه اسمها كده وشكلها ليه كده وبقت متغيرة ليه كده يمكن كثير من أستاذ المشاهدين مش عارفين يعني أساس الموضوعية خلينا أحكي لحضراتكم القصة باختصار في البداية أو في الزمان من الوقت لما كنت بلعب كان البطولة أفريقيا بينظمها الفيبة أفريكا أو الاتحاد الأفريقي لكرة السلة فكانت بتتنظم بشكلها العادي بيبقاش ملهاش تصفيات الأبطال كلها بتروح تشارك في أحد المدن في أفريقيا وبينظمها الفيبة أفريكا والبطل بياخدها يمكن آخر نسخة خدها النادي الأهلي كان ديسمبر أنا تذكر بالضبط 16 ديسمبر 2016 ده كان آخر نسخة من النسخة اللي خدها النادي الأهلي بشكلها القديم بعد كده قعدت تتلعب 3 سنوات بالشكل ده بتروح مكان في بقافريكا حكام كأنها بطولة أفريقيا اللي منظمها الفيبة أفريكا من أول 2020 بدأ يظهر الشكل الجديد طب الشكل الجديد ظهر ليه؟ جاء الـ NBA الـ NBA في أمريكا أو الربطة اللعيبة المحترفين الأشهر على مستوى العالم حاب يعمل لنفسه يعني كيان خارج أمريكا فرح لكل القرات وبدأ يبقى ليه نشاط فجيه في أفريقيا قعدوا مع الفيبة أفريكا وقالوا إحنا هنرعى بطولة الأفريقيا للأبطال ومن إيه تزد؟ يعني إيه من إيه تزد؟ يعني إحنا اللي هنحط النظام إحنا اللي هنحط كل شيء ولكن ده هيبقى تحت المظلة الفيبة أفريكا بس مين اللي هيرعاها الـ NBA وده بقى هيكت نقطة التحول الكبيرة في تاريخ كرة السلة الأفريقية دخول الـ NBA في أفريقيا حضاكم عارفين الـ NBA في أمريكا 90% من اللعيبة بيبقى أصحاب البشرة السمراء من أصول أفريقيا إذن أفريقيا أو كرة السلة خلقت لأجينات الأفريقية طيب إيه اللي حصل ساعتها؟ أول بطولة كانت 2020 أتقالها تتلاعب 2019 ولكن أجلت شوية عشان بداية كورونا وبدأت انتشار كورونا دخلنا في 2020 في عز كورونا فالاتحاد الأفريقي قال لك أو البال أو الـ NBA أفريقيا بالمناسبة الـ NBA أفريقيا هو المظلة الكبيرة طبعا طلع منها البال البال هو تحت مظلة الـ NBA الـ NBA أفريقيا لنشاطات كتيرة منها البال الـ NBA أفريقيا هو رئيسها أو المدير التنفيذي بتاعها مستر فيكتر وكان معانا السنة اللي فاتت مدير أو رئيس بريزيدنت أوبال مستر أمادو السنغالي وبالمناسبة هو لاعب منتخب السنغال ولاعب في الـ NBA الحقيقة لعبت قصاده مع منتخب مصر ضد منتخب السنغال فالحقيقة نعرفه من زمان وعرف تاريخه هو من أبرز اللعبة الأفرقى اللي لعبه في الانبيا هو سنغال يعني فبالمناسبة مستر أمدوه يبقى ضفنا في الفقرة الحوارية إن شاء الله وده أكتر واحد نقدر نسمع منه ونعرف تطور البال والجديد إيه طيب من 2020 كانت الكورونا فبدأ يطلع فكرة البابل أو الفقاعة فبدأوا ياخدوا كل الفرق المهم خدوا الفرق كلها وراحوا رواندا لعبوا دور واحد فقط وطلع منها البطل وساعتها فاز بهذه النسخة نادي الزمالك المصري نخش بعد كده على السنوات التالية بدأ يعملوا نظام النظام كان عبارة عن مجموعتين مجموعة الصحراء ومجموعة النيل التلت سنوات اللي بعد 20-20 هي 21-21-23 أو هنقول 22-23-24 التلت سنوات دي اتعاملت بالنظام اللي بقول لحضراتكم عليه اللي هي مجموعتين معادة السنة دي السنوات السابقة معادة السنة دي السنة دي عملوا نظام جديد مجموعتين مجموعة النيل مجموعة الصحراء مجموعة الصحراء بتبقى في سنغال مجموعة النيل بتكون في جنوب في مجموعة النيل بتكون في القاهرة في مجمع دكتور حسن مصطفى ست فرقة هنا وست فرقة هنا بياخدوا اربعة وياخدوا اربعة ونروح رواندا نلعب الفاينالز ممتاز طيب السنة دي إيه اللي جد السنة دي عشان ينشروا اللعبة أكتر وبقى في فرق أكتر عايزة تشارك عاملوها ثلاث مجموعة المجموعة الأولى في كلهاري أو سموها كلهاري في جساوس أفريكا وفي جنوب أفريكا وتلعبت خلاص في 11-3 ومجموعة النيل بتتلعب دلوقتي ومجموعة السحراء تلعبت في السنغال 12-3 إذن طيب هيعملوا إياه كابتن طب ده كده العدد زاد قالك هياخدوا أول وثاني من كل مجموعة مجموعات هيروح رواندا وإلعابوا دور التمانية وبعد كده دور الأربعة وبعد كده دور النهائي ده التشكيل أو ده السيستم بتاع البال طيب البال أولا الفرق المشاركة كلها في البال لا تتكلف أي شيء تذكر التيران الإقامات التحركات كل شيء متكفلة بيها البال اللي هي طلعة من الان بي أفريكا وده كان شرطهم عشان تقدر تنجح ما بقاش فيه أزمة شفت انت بطولة الطائرة في فرق مش قادرة تيجي فعندها أزمة موارد إذن النهاردة عشان يحل الان بي الأزمة دي قال لك أنا هتكفل بكل شيء حتى الجيرسيس حتى الليبس اللطقم كله الان بي ليه عشان تطلق حتى عايز أقول لكم حتى التصوير هي أطقم تصوير جاية من الان بي من أمريكا هتلاقيها نفس الستاندرد الملعب نفس الستاندرد الجماهير القاعدة هتلاقيها استاندرد واحد زي اللي في أمريكا بالظبط ودي الفكرة إن هم عايزين ينشروا فكرة أو ثقافة الان بي أو ثقافة الباسكتبول في العالم كله وده يا جماعة في الأول الآخر هو بيزنس والنهاردة زي اتحاد الأوروبي لكورت القدم النهاردة بيعمل ايه؟ بيعمل بيسوق البطولته ازاي؟ عندك الدوري الإنجليزي لكورت القدم بيسوق الدوري بتاعه ازاي؟ فهي عاملية تسوقية كبيرة جدا النهاردة الان بي الماركة نفسها أو التريد نفسها أو اللوجو نفسه في كل حتة معروف فهي دي كت الفكرة وده الشرح المبسط اللي حاولته أشرح لحضراتكم النادي الأهلي على فكرة هو حامل لقب هذه البطولة السنة اللي فاتت وحصل اتفاق مع الفيبة أفريكا مع الفيبة أو الاتحاد الدولي إن بطل البال هو اللي هي مسل أفريقيا في بطولة العالم وده حصل مع نادي الزمالك وحصل كمان مع النادي الأهلي وحصل كمان مع الموليستيري التونسي لما شارك في النسخة التالت طيب احنا بنلعب في النسخة رقم كم من الوقت؟ النسخة الرابعة بالفور الفاينلز هتبقى في رواندا؟ آه نفس رواندا ليه لأن أكبر شريك لهم هو يعني مركة في رواندا بدون ذكر أسامي يعني فالنهارده بقى رواندا هي اللي بتستضيف بشكل كامل النهاية ترجمة نانسي قنقر